قلنا بأنه لا يمكن أن تصلح علاقتك مع ربك إلا إذا أصرحت علاقتك مع خلقه لا يمكن لك أن تكون مع الله صافياً وأنت مع خلق الله مملوء الصدر بالغل والحسد والبغضاء وإذا ذكرت قلنا بأن حسن الظن من الأخلاق العظيمة التي يتميز بها العبد المسلم عن غيره من الناس صحيح الآن نأتي إلى حسن الظن بخلق الله تعلموا بأن الله سبحانه وتعالى خاطب عباده المؤمنين في القرآن الكريم في صورة عظيمة يجب أن يحفظها الآباء لأبنائهم هي صورة الحجرات وتسمى بصورة الأدب لأنها تضمنت مجموعة من الآداب التي خاطب الله بها عباده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم قال المفسرون هذا أمر من الله سبحانه وتعالى باجتناب كثير من الظن أي أن أغلب الظن والظن هو درجة من درجات الشك يقابل هو يأتي بعد الشك يجب على الإنسان أن يبعد عن قلبه الظن أن يبعد سوء الظن لأن أغلب الظن سيء بعض الظن حسن وأغلبه سيء اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن أي حين تظن بأخيك ظناً صغيراً فذلك إثم والعياذ بالله لأن الإنسان متى يظن؟ يظن الإنسان بأخيه الإنسان ظناً سيئاً إذا صار يشك فيه عدم الثقة إذا فقدت الثقة بين الطرفين وما يحدث اليوم من مشاكل بين الأزواج أو من مشاكل بين الشركاء في العمل أو بين الزميلين في العمل أو بين الجيران أو بين الأصدقاء والأحباب كله عائد إلى سوء الظن ببعضهم البعض ترجمة نانسي قنقر